استياء واسع في محافظة التأميم بسبب الخلافات السياسية وتقديم المصالح الشخصية على العامة وتعطيل المشاريع والتعيينات اليوم الشارع الكركوكلي بحال استياء لأنهم أدوا بأصواتهم اليوم بانتظار خدمات وبانتظار مشاريع وبانتظار تعيينات متوقفة لهذا على كتل السياسية أن يقدموا تنازلات من كتلهم ومصالحهم الحزبية وتغليم مصحة العامة على هذه المصالح غياب مجلس محافظة التأميم أدى إلى غياب الخدمات عن مدن المحافظة وتعطيل التعيينات وارتفاع مستوى البطالة فيها ما ضاعف من معاناة السكان تأخير تشكيل المجلس أدى إلى فقدان الخدمات في محافظة كالكوك وأدى إلى زيادة البطالة في محافظة كالكوك بسبب خاصة إذا لاحظنا بقية المحافظات لديها تعيينات سواء كانت في وزارة تربية أو في الإدارة المحلية لكن في كالكوك لا نجد هذا الأمر وسببها الرئيسي هو غياب المجلس وبعد أكثر من ستة أشهر على انتخاب مجالس المحافظات لم يتم إلى الآن تشكيل مجلس محافظة التأميم بحسب أهالي المحافظة الذين فقدوا أملهم في هذا المجلس مضى ستة أشهر على انتهاء انتخابات مجالس المحافظة وليم يتم إلى حتى هذه اللحظة تشكيل مجلس المحافظة نأمل من الحكومة بأسرع وقت تشكيل مجلس المحافظة عدم تشكيل مجلس المحافظة يؤثر تأثيرا على الشارع الكاركوكلي منها التعينات والخدمات والمشاريع ومنها الحالة الاقتصادية في محافظة كاركوك ليست معاناة محافظة التأميم وسكانها سوى صورة مصغرة عن معاناة العراقيين من عملية سياسية لا يهتم أطرافها سوى بمصالحهم الضيقة التي تذهب بهم إلى إبقاء مدن بأكملها دون خدمات لأشهر بل لسنوات